العلاقة ما بين فرنسا والجزائر تتجه إلى مزيد من التأزيم فرئيس الجزائري عبد المجيد تيبون وصف المرحلة التي وصلت إليها العلاقة ما بين البلدين بالأخطر منذ 15 عاما مؤكدا أن المشكلة وطنية وليست شخصية كلام تيبون جاء بعد توجيه الرئيس الفرنسي مانيويل ماكو انتقادات للرئيس تيبون إلى الجزائر فإلى أين تتجه العلاقات ما بين فرنسا والجزائر كرامة الجزائريين أمر لا يجوز المساس به والشعب الجزائري لن يتسامح مع من أهانوا تصريحات واضحة للرئيس الجزائري عبد المجيد تيبون استهدفت بشكل رئيسي الرئيس الفرنسي في ظل استمرار الأزمة بين البلدين على خلفية تصريحات سابقة لمكرون وخلال مقابلة مع مجلة ديريش بيغل الألمانية أكد تيبون أن تصريحات مكرون خطيرة جدا وأن الأزمة مع باريس أزمة وطنية وليست أزمة شخصية تيبون اعتبر أن بلاده غير مضطرة للتعاون مع من تعمد الإساءة إليها وشدد على أنه لن يبادر بالخطوة الأولى لتخفيف التوتر القائم مع باريس حتى لا يخسر كل الجزائريين على حد تعبيره كما أوضح أن قرار غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران الفرنسي كان قراره الشخصي تصريحات تيبون تأتي في ظل فطور غير مسبوق تشهده العلاقات بين البلدين كرة ثلجين ازداد حجمها بتراكم الانتقادات المتبادلة بين الطرفين أرشيف الذاكرة الوطنية الجزائرية هو ما أشعل فتيل الأزمة عندما أكد تيبون أن بلاده لن تتنازل عن ملف ذاكرتها الوطني ولن يتم المتاجرة فيه وطالب باسترجاعه من باريس في المقابل وجه الرئيس الفرنسي تصريحات لاذعة طالت الرئيس تيبون عندما قال مكرون إن تيبون عالق في نظام متحجر وفي تصريحات أخرى شكك مكرون في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي وهي أمور عمقت الخلافة الدبلوماسي بين البلدين معنا من الجزائر أستاذ العلم السياسية والعلاقات الدولية دكتور محمد سيباشير دكتور محمد مرحبا بك معنا إذن بعد صمت يمكن القول دم أسابيع يثير رئيس الجزائري هذا الملف وهذا الموضوع بالتالي ما الذي تعنيه إثارة هذا الموضوع وأين يمكن أن تأخذ العلاقات المتوترة أساسا ما بين البلدين بس أخير سيدتي وأهلا بمشاهدي سكاي نيوز عربية أظن بأن الرئيس تبون أخذ كل وقته والنظام السياسي الجزائري وصانع القرار في الجزائر فاهم الرسائل التي تحاول فرنسا أن تضع الجزائر فيها يعني تستخدم الجزائر وكأنه ورقة داخلية في السياسة الفرنسية إضافة إلى زغوط فرنسية راجعة طبعا إلى البشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفرنسي تراجع مكانة فرنسا في النظام الدولي على وقع قضية الغواصات مثلا وأكثر من قضية وقعت فيها فرنسا مؤخرا كل هذه الأمور استوعبها الرئيس عبد المجيد تبون وفي حديث مع المجلة الألمانية أراد أن يرسله من جانبه برسائل الجهة الفرنسية بأنه لن يبادر بأي تحرك إلى أن تفهم فرنسا بأن هناك خطوط حمرة أربعة تريد الجزائر أن تقف فرنسا من الآن فصاعدا أمامها الخط الأحمر الأول هو أن لا تكون الجزائر ورقة انتخابية في يد اليمين الياسار والوسط الفرنسي الأمر الثاني هو أن الأمن القومي الجزائري وبامتداداته المغالبية والساحرية الأمر الثالث هو أن الجزائر أمة بتاريخ وبوجود سابق على حتى الثورة الفرنسية حتى بشهادة بعض الاتفاقية التي وقعتها الجزائر مع الملوك الفرنسيين قبل الثورة الفرنسية الأمر الرابع وهو المهم هو أن الجزائر تريد أن تعاملها فرنسا ليست كمستعمرة في إدراك الفرنسيين كمستعمرة سابقة بل دولة مستقلة لها وجودها لها سيادتها هذه الخطوط الحمراء الأربع أراد الرئيس تبون أن يرسلها عبر هذا الحديث إلى الرئيس الفرنسي إلى الطبقة السياسية الفرنسية وإلى الدولة الفرنسية حتى لا تعود مرة بعد مرة إلى إثارة قضية الذاكرة قضية الوجود الجزائري قضية الأمة قضية الوجودة عندما يقول الرئيس الفرنسي أو رئيس الجزائري عفوا أنه لن يكون أول من يتخذ المبادرة أو الخطوة الأولى تجاه الصح لأن الجزائريين لن يسابحوا على هذا بتالي ما الذي تنتظره الجزائر من جانب الفرنسي من قبل ماكرون كذلك هل هذه إشارة لقطع أي فرصة أمام إعادة العلاقات أو تطبيعها أو نوع من مد اليد أو تودد لفرنسا أنه يجب أن تقوم بالخطوة الأولى لا الرئيس عبد المجيد تبون بكلمته لن أكون المبادر بالخطوة الأولى يريد من الرئيس الفرنسي النقاط الأربع التي ذكرتها إضافة إلى أن الرئيس الجزائري وضع الآن على الطاولة ملف مراجعة اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الانتخابات الفرنسية العلاقات الندية بين الجزائر وفرنسا كل هذه النقاط وضعها الرئيس عبد المجيد تبون على الطاولة إذا أراد الرئيس الفرنسي أن تعود الأمور إلى طبيعتها ستعود لكن بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية يعني بعد أفريل القادم هذا أولا ثانيا الرئيس عبد المجيد تبون يفهم السياسة الفرنسية ولهذا قال بأنه الرئيس ماكرون ربما لا يكون لن يكون ليس له دخل في مجارة بل هناك الأمور ربما خرجت عن استراعته هي أمور خاصة بالدولة الفرنسية لماذا؟ لأن الرئيس الجزائري يفهم بأنه هناك حذوذ كبيرة للرئيس ماكرون حتى ينال العهدى الثانية إذا أراد أن تعود الأمور إلى طبيعتها يجب أن تنخرط فرنسا في علاقات ندية بعيدة عن الضغوط ولكن هل يمكن استلاح العلاقات أو أن تتحسن العلاقات مع ماكرون؟ يجب أن تستلح لماذا؟ لأنه لا ننسى بأن فرنسا هي القوة السادسة في النظام العالمي لنا علاقات متشابكة مع فرنسا لدينا ستة ملايين جزائري يعيشون في فرنسا لهم أصوات انتخابية مهمة في الوعاء الانتخاب الفرنسي وجود ثقافي فرنسي كبير في الجزائر استخدام هناك شركات فرنسية كثيرة منخارطة في مشاريع في الجزائر إذن هذه الأمور لا يتغاضى عنها النظام السياسي الجزائري وصانع القرار بل يريد أن يضغط من خلالها على فرنسا حتى تعود لعلاقات دولة مع دولة وليس دولة مع إدركات مع ذاكرة ممتلئة بضغاء بحنين إلى جزائر فرنسية كل هذه الأمور الرئيس تبوني يقول بأنها أمور مضت انتهى عهد الجزائر التي وقعت اتفاقية الشاركة بدون أن تفكر بأنها ورقة ضاغطة وقعها النظام السابق الرئيس عبد المجيد تبون بادر الأسبوع الماضية إلى إثارة الكثير من القضايا وكذلك ربما مع حديث الرئيس تبوني لأسبوعية دير شبيكل يتزامن مع زيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر وكأن الجزائر الآن تريد أن ترسل إلى فرنسا بأن هناك شركة آخرين يمكن أن نوازن معهم علاقاتنا وأن نتخلى عن شركة فرنسية المنتجات الفرنسية وأن تكون علاقاتنا مع شركة آخرين إذا لم تعودوا إلى جدة الصوب إذا لم الأمر مشروط لا يزال هل الجزائر ترغب بإصلاح العلاقات في هذا السياق وأشدد على هذه المسألة ما زالت مرتبطة ربما بهذا النفوذ التاريخي لفرنسا داخل الجزائر خاصة عندما نتحدث عن ماكرون نفسه وربما لدواعي وقراءات واستقراءات المشهد الداخلي الانتخابي حاليا في سنة انتخابية بالنسبة له حاول تراجع إلى الوراء خطوة إلى الوراء ما بعد تصريحاته الضجل لأثرتها لكن عمد إلى تناسي الموضوع أو تبريده في الفترة الماضية وكأن شيئا لم يكن لا سيدتي نحن في الجزائر نتابع كثيرا القنوات الفرنسية الحملة الانتخابية التي انطلقت قبل موعدها في فرنسا وكأن الصوت اليميني في فرنسا يرتفع ضد كل ما يمت بالصيلة إلى الجزائر يا سيدتي كل يوم القنوات الفرنسية ليس لها من حديث إلا الجزائريين الهجر الجزائرية القيم الجزائرية التاريخ الجزائري الرئيس تببول من خلال حديث ديرش بيغل وكأنه أشار إلى الرئيس الفرنسي دعونا من استخدام الجزائر ورقة انتخابية لتكون جزائر دولة عادية في علاقتها مع فرنسا بعيدا عن كل ما يمثله ثقل العلاقة التاريخية علاقة الشركة الاقتصادية وعلاقة الوجود المهاجرين وعلاقة الوجود الفرنسي في الجزائر الاقتصاديا ثقافيا كل هذه الأمور موجودة واقع نتعامل معه لكن بالندية بثقل لدولة لها انتدادات مغاربية ساحلية ومتوسطية الجزائر ودولة قوية مثل فرنسا نتعامل معا ولا تكون دولة تريد ان تكون هي المسيطرة في العلاقة والمهيبين في العلاقة السنائية شكرا جزيلا لك أستاذ العلم السياسية وعلاقات الدولية دكتور محمد سيباشير من الجزائر